نستكمل إن شاء الله عرض المتسابقين نبتجه من الكاميرون إلى اليابان لنستمع إلى تلاوة المتسابقة ليلى ريكو سايتو نشاهدها سويا على الشاشة السلام عليكم أنا مقيم في يابان أنا ياباني أصل ليلى سايتو سأقرب رواية حفظ عاصم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسرا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إذن من اليابان المتسابقة ليلى ريكو سايتو واسمح لي أقول لك خبر هي مسلمة جديدة يعني ما شاء الله يعني هي الآن في عمرها الزمني في الإسلام قليل جدا الله أكبر فهذه المتسابقة كرمتكم شيخنا ما شاء الله ما بعرف إذا السادة المشاهدين يعني شعرين بالوضع الذي أنا فيه كم هو صعب يعني التحكيم الذي أنا فيه هذا عقلاني بمعنى إنسان مجرد من العواطف لكن في نفس الوقت أنا ما لي ملك أنا بشر والبشر يتعاطف فأنا مضطر الطرار إلى الجام الجام العواطف يعني كم أنا الآن فرح بهذه الأخت لكن الفرح شيء الإعجاب شيء كونه هكذا وأنا في مقام تحكيم صحيح فأترك عواطفي على جنب وأحكم على التلاوة التي أسمعها مع دعائي للأخت الفاضلة السيدة ليلى ريكو سايتو من اليابان الله يرضى عليها الله يسعدها الحمد لله الذي هداكي للإسلام يا سيدة ليلى الحمد لله الله يثبتنا وإياكم يا أختي كم لله عز وجل عبد غيرنا مليان عبيد غيرنا فكون الله عز وجل يهدينا لدينه يدلنا عليه سبحانه وتعالى أنه ربنا وأننا عبيده وأنه خلقنا وأن يوم القيامة حق لا ريب فيه قادم ما في مجال وأن محمداً حق صلى الله عليه وسلم وكل السادة الأنبياء من قبله حق وأن الحساب حق وأن الجنة حق وأن النار حق أن نؤمن بهذه المعاني ونجعلها نبراساً وسيرة بالنسبة إلى سيرة لذلك القرآن مليان آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا يعني عقيدة وسلوك عقيدة وسلوك فكر وعمل فأنت الآن يا أختي بدأ الفكر العندك الحمد لله ربي هداكي لديني أنا وأنتي نشكر الله وكلنا نشكر الله لكن كم تعبتي يعني لما قلت الرجيم أنا فرحت جداً الله يلعن الشيطان الرجيم لكن فرحت بالجيم يعني الرجيم جبتي جيم صحيحة ما شاء الله يعني كم لعلك سمعت المسابقة في الأيام الماضية كنت أعتبوا على بعض أولاد العرب الذين يقولون الرجيم يأتون بها شبيهة بالدال صحيح أليس كذلك أستاذ إسماعيل صحيح فهذه أختنا يابانية أصلية ودخل في الإسلام حديثاً وتقول الرجيم وتأتي بالجيم صحيحة يا سلام يا سلام عندك بعض الملاحظات الله يرضى عليك يعني تختفي شيئاً فشيئاً لأنه واضح أنك صاحبة همة وهذا معروف عن الشعب الياباني الله يرضى عليك شاكي يرى فخم الراء شاكي يرى شاكي يرى فخم الراء عباد الله فخم اللام كلها عباد وليس عباد الله ما في وحدة مرققة وحدة مفخمة اللام المشددة كلها مفخمة مسكيناً ويتيماً وأسيراً وزع الصوت بين الواو من الشفتين والغنى من الأنف أسأل الله أن يزيدك توفيقاً والعله يأتي يوم تتصلين علينا وتقرأ أي ما يكون في ملاحظات والعلك تحفظين القرآن الله أعلم ماذا تخبئ لك الأيام بالتوفيق إن شاء الله اللهم أمين شكراً لكم شيخناً الكريم وشكراً لك أختنا ليلى أريكو سايتو من اليابان